وأنا كان عندي مشاكل مع ما ورد في سيرة ابن يشام عن الرسول الإنسان فتفضل حضرتك نتكلم عن الرسول كإنسان وأنا لو جاتي الفرصة أقول لعندي وأنا عايز أقول حاجة إن النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان هو بشر ليس إلها أي فالإنسانية دي أعظم ما في خلق الله سبحانه وتعالى والإنسان لازي يؤنس ويأنس الناس به ولما قل إنسان أي أنه تخلق بأخلاق الله تعالى التي خلقها في الإنسان اللي هو ربنا خلق فيه الحب خلق فيه الوفاء خلق فيه الحلم خلق فيه الحياء اللي هي الصفات الإنسانية خلقها ولذلك الإسلام جاء يستفز تلك الصفات ويبني تلك الصفات وأعلى درجات الإيمان هو أن يتحقق بالصفات الإنسانية اللي كانت عندي النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخضري يقول كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العزراء في خضرها صلى الله عليه وسلم فعنده حياء نمازج هؤلنا كان حاجة دم النبي صلى الله عليه وسلم نازل عائلة وحي جاء خائفا صلى الله عليه وسلم ومرتعد مش كده أيها المدثر يا المزمل السيدة خديجة لما أرادت أن تسليه لم تسليه بأنه كان عابدا أو أنه كان مصليا أو شيء ولكنه أو أنك شجاع لتخاف أو أنك قوي أو أنك وراك عائلة ولكنها واسته بالجزء الإنساني الذي عنده والله لا يخذيك الله أبدا إنك لتصر الرحم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر جزء الإنساني الذي عنده صلى الله عليه وسلم هو اللي بتقويه به بتقوله اللي يعمل كده هو المستحق للرفع والمكان وربنا لا يخذيه سبحانه وتعالى لذلك الجانب الإنساني في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبكي ويفرح يفرح فرح الشاكر ويحزن حزن الصابر ويحب صلى الله عليه وسلم ويبغى صلى الله عليه وسلم ويعيد النظر في أشهاء ويتعامل مع الصغير ومع الكبير ومع العدو ومع القريب ومع الأرحام ويتأثر بالحوادث ليس خالج البشر ولكنه النموذج البشري الذي جعله الله حجة على الناس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان نرجو الله ولوم الآخر إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم تب أقول الأنبياء كده دكتور يعني خلينا نقول مع بعض ما الفرق بين شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصية نبي الله إبراهيم الله سبحانه وتعالى أرسل كل نبي لقومه برسالته أي وجمع الخير كله في محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما للرسل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفضل الأنبياء بعضهم على بعض مش نفضل أنا بكار جعل الله تعالى لكل نبي صفات ولكنه جمع كل الخير في محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء إنما اصطفاهم الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالله يصطفاهم سبحانه وتعالى وفيهم الخير وفيهم والذلك لا نؤمن بالإسلام إلا إذا أمننا بكل الأنبياء تمام أنا فاهمة فلا دكتور بس يعني مثلا الملمح المهم بشهادة الله على سيدنا براهيم أنه كان أواب أو كان حليم مهما يعني صور الحلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هو سيدنا براهيم ربنا قال عنه صور الحلم عند سيدنا محمد رسول السلام كثيرة جدا أعلاها أن قريش الفضل تتربس به سنوات طويلة وتعذف أصحابي وتضيق عليه وتمكر به لتقتله أو تحبسه أو 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 وفرقت بين المسلمين وفعلت الأفعيل كانت النتيجة يوم أن انتصر في فتح مكة قال ذهبوا فأنتم الطلقاء ألا يكون هذا كظمر غيز ودرجة من أعلى درجات الكرم للنبي صلى الله عليه وسلم وصور العفو كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيب كزوج يعني سيدنا براهيم حليم الرسول صلى الله عليه وسلم كزوج كزوج إنسان بقى حلو بقى حلو شوف بقى حلوة الإنسانية في النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة لأن كل نبي عنده جزء بين الناس لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم وده لعله كان من فضل أو من فضاء التعادل الزواجات النبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة من لحظات حياته اتنقلت يعني زي ما يكون ايه عامل كاميرا في كل مكان في الاستوديو أي فكل لحظة وكل كلمة نقلت لأنها رسالة خالدة فدول حملوا رسالة حتى الأشياء التي كانت داخل البيت حملت إلى الناس حتى يكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح نبي بيحب صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة مثلا فيقول لقد رزقني الله وحبها صلى الله عليه وسلم ولما يسمع صوته في الخارج صوت هالة بنته أختي السيدة خديجة بعد موتها فهو يعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي على انشغالاته صلى الله عليه وسلم لكن يقول اللهم هالة يا رب كن هالة فتيجي يكون هالة يستقبلها صلى الله عليه وسلم ويرحب بها صلى الله عليه وسلم ويكرمها صلى الله عليه وسلم ويقول لقد رزقني الله وحبه على السيدة أعطيك مثال مثلا حاجة تانية وتبرك شوف النبي صلى الله عليه وسلم إنسان رغم كل مشاغله دي لكن هو إنسان بيحب كان العاص كان متزوج السيدة زينة ببنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ما زال مشركا يعني كان ما زال في مكة والنبي هاجر وهي ما ظلت مع زوجها كان حتى هذا اللي حظ لم ينزل تشريعي وفرق بين المسلم والكافر وظلت هكذا وهو كافر لما حدثت غزوة بدر أسر هذا الرجل العاص فأسره الصحاب فأرادت أن تفديه زوجته السيدة زينة بنت النبي عزيزي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت بقلادة عندها تفدي زوجها هو طبعا أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه فأرسلت القلادة فرأاها النبي صلى الله عليه وسلم فبكى فقال هذه قلادة خديجة أهدتها لابنتها حينما تزوجت فبكى صلى الله عليه وسلم وقال ألا تترك لها قلادتها وتترك لها زوجها قالوا نفعل يا رسول حتى بيستأزينه صلى الله عليه وسلم لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم قلادة زوجته فكرها فكر قلادة ويبكي لها صلى الله عليه وسلم فأعلى درجات الإنسانية وما يتعام مع السيدة عائشة والناس بتتكلم عن حب والرومانسية واشا عرف ايه وتجد سيدة عائشة تقول كنت أشرب من الكأس أو من الماء فيأتي نصلا فيضع فمه ما كان فيه صلى الله عليه وسلم ويشرب اللمسات الإنسانية هذه إنسان يحب صلى الله عليه وسلم مش العابد اللي هو قاعد في المسجد معتاكف لا ده بمانس الحياة في جمالها صلى الله عليه وسلم في لباسه بس بعد الناس هدو